اهلا وسهلا بكم اعزائي الطلبة وطالبات الصف الاول ازراعي في برنامج في بيتنا مدرسة النهاردة ان شاء الله هنكمل شرحنا اللي كنا بدأناه الحلقة اللي فاتت وكنا بنتكلم فيه عن وحدة العصير النهاردة هنتكلم عن جزء مهم او هنشرح جزء مهم في وحدة العصير وهو خطوات عملية العصير طبعا احنا اعرضنا خطوات عملية العصير او خطوات تصنيع العصير في الحلقة اللي فاتت بشكل سريع ما اللي جاءناش لي للشرح الوافي وان شاء الله النهاردة في الحلقة هنشرحه بشكل وافي وحيكون معنا في بعض الصور وبعض المعلومات اللي هنضفها عن الحلقة اللي فاتت لان الجزء ده بيجينا في الامتحان بصيغة اذكر خطوات عملية تصنيع العصير وتحدث عن احداه فطبعا لما يجي لك السؤال ده في الامتحان ما تكونش يعني حاسس انك فات عنك معلومة او مخطهاش بشكل كافي او وافي احنا النهاردة هنشرحها بشكل كافي وحيبقى معنا فيها بعض الصور وان شاء الله اللي هتوضح لنا المعلومة بشكل كامل بحيث ان احنا نبقى مغطيين المنهج بتاعنا بالكامل والوحدة بتاعتنا بالكامل وان شاء الله ربنا يكلل تعبنا ومجهودنا بالنجاح في الامتحان زي ما قلنا نبدأ نعرض الحلقة بتاعتنا النهاردة زي ما قلنا بنتكلم النهاردة عن خطوات صناعة العصير خطوات صناعة العصير طيب ايه هي اهداف الدرس او اهداف الوحدة او اهداف حلقة النهاردة ايه اول حاجة ان انا بدل الطالب او بيميز الطالب الاصناف الصالحة لصناعة العصير يعني انا بديك بعض المعلومات البسيطة اللي تفيدك ازاي تقدر تختار الصنف المناسب لعملية التصنيم او لانتاج العصير فمش كل الاصناف بتصلح لانتاج العصير فلو انت حضرتك حبيت انك تعمل مثلا عصير بشكل تجاري يعود عليك بالنفع المادي ومستقبلك فمش كل الاصناف اللي موجودة في السوق او كل الاصناف اللي انت عايز تنتجها او تنتج منها عصير تصلح للانتاج فانا بديك بعض المعلومات البسيطة اللي بيها ازاي تختار الصنف المعين المناسب لانتاج العصير اللي هو ايه اللي هو الصنف اللي يديك كمية سائل اكبر بحيث انه يقلل معاك نسبة التوالف او نسبة الهوالك او نسبة التصافي اللي ممكن تطلع من الصمرة دي فيعلي معاك الربح ويقلل معاك ايه وان شاء الله ما بقاش فيه نسبة قصر يبقى انا اول هدف من اهداف الدرس بتاع النهاردة ان انا ازاي بخليك تقدر تختار الصنف المناسب لانتاج العصير تمام طيب تاني هدف عندي اللي هو تحديد الطالب خطوات صناعة العصير طبعا صناعة العصير او طرق استخلاص العصير من الفكهة او الصمار اللي عندي سواء كانت صمار فكهة او صمار خضر بتختلف كل طريقة على حسب نوع الصمر على حسب ايه نوع الصمر في بعض الصمار بتستخلص عن طريق العصر في استخدام العصارات ايه المعينة في بعض الصمار بنعملناها عملية مثلا تجهيز قبل عملية العصر في بعض الصمار ما بتحتاجش تجهيز فاذا بنديك برضو بعض المعلومات البسيطة ان ازاي تقدر تتميز او تقدر تختار الخطوات المناسبة لكل ايه صمار طيب تالت حاجة عندي يحدد الطالب طرق حفظ العصير ودي طبعا نهاية نهاية مرحلة الانتاج اللي بيبقى انت خلاص انت عملت كل خطوات انتاج العصير وبقى بالنسبة لك عندك زجاجات فيها عصير جاهز فبتحاول تشوف الوسيلة المناسبة لها لو انت مش هتستخدمها بشكل طازج او بشكل ايه جاهز على طول طيب نبدأ درسينا النهاردة اول حاجة عندي في خطوات صناعة العصير اختيار الصنف اختيار الصنف طبعا ليست كل اصناف الفكهة او الخدر صالحة لصناعة العصير ليست كل اصناف الفكهة والخدر صالحة لصناعة العصير دي معلومة لازم ان نحطها في بالنا كويس اوي طيب يبقى أنا لازم أعرف إيه الشروط الأصناف التي تستخدم لصناعة العصير يبقى أنا أول حاجة عندي أعرف الشروط إيه الأساس اللي أنا حدق عليه أختار الصنف ده ينفع ليه إنتاج عصير ولا لا مثلا لو قلنا مثلا عندنا على سبيل المسار سمرة البرتقال سمرة البرتقال دي فيه منها عند منها أكتر من نوع بيبقى موجود في السوق فيه عندي برتقال أبسرة وفيه عندي برتقال بلدي وفيه عندي برتقال سكري زي العنب فيه عندي عنب أحمر وفيه عندي عنب أغدر طيب وفيه عندي عنب مثلا جاناكليز وفيه منه كذا صنف طيب إيه الصنف اللي ينفع زي المنجة فيه عندي مثلا منجة اسمها عويسي ومنجة مثلا هندي وكذا وكذا فيه عندي كذا نوع من سمار مانجة طيب إيه الصنف اللي ينفع هنخطأ أو هندأ نشرح ده بالتفصيل إن شاء الله طيب أول حاجة عندي أن تكون المادة الخام سليمة خالية من الخدوش الميكانيكية والعفن والتخمر والفطريات وأية عيوب يعني أنا خلاص أنا نزلت مثلا مزرعة أو بدأت أتعاقد مع صاحب مزرعة فيها مثلا حقل فكهة حبدأ أخذ منه المنتج بتاعه أو السمار بتاعته عشان أبدأ أعمله إنتاج للعصير فطبعا لازم أخش الحقل ده أو أشوف الحقل ده أشوف الرجل ده طريقة تعامله مع السمار شكلها إيه يعني بيتعامل معها إزاي عن طريق استخدام المبيدات بيستخدم المبيدات بشكل يعني كتير ولا أليل بيستخدم مثلا مواد مثلا بتساعد على النطج السريع فبتأدي التلف وبتأدي لبعض المشاكل في عملية التصنيع أو إنتاج العصير فأنا نازم أشوف السمار اللي أنا حبدأ أختارها في عملية العصير يبقى أنا أول حاجة أنا السمار اللي هتنتج أو هستخدم فيها أو هستخدمها لإنتاج العصير إزاي إن هي تكون سليمة خارجية وميكونش فيها أي خدوش وميكونش فيها عليها أي عفن مفيش عليها أي أوساخ أو أتريبة خارجية من بره عشان أبدأ أستخدمها وأستقبلها عندي في المصنع بتاعي لذي إن شاء الله حبدأ أطلع منه العصير تاني خطوة عندي أن تكون المادة الخام في درجة النطج المناسبة لهذه الصناعة يعني ما جيبش مثلا سمار تكون غير كمة النطج أو سمار تمت النطج بشكل كامل يعني وستوية قوي بحيث أنها تعمل لي تلف في الحالتين بيحصل لي تلف للعصير الناتج لو السمارة غير تمت النطج هتلاقي عندي مثلا العصير اللي طالع لونه غير اللون الطبيعي اللي الناس متعودة عليه ده أول حاجة طيب لو أنا عندي صمارة جبتها فات عليها فترة النطج بتاعتها أو استويت زيادة عن النجوم زي ما بنقول إحنا بالبلدي إيه اللي هيحصل؟ العصير اللي هيطلع له هيكون في نسبة تخمر معينة أو عالية ما يقبلش عليها المستهلك عند الشراء فإذا أنا أهم حاجة عندي أن أنا أختار الصمرة أو أختار الصنف اللي هعمله إنتاج عصير يكون نطج مناسب أثناء عملية إنتاج العصير طيب وفيرة العصير ذات النكهة القوية والطعم والرائحة المرغوبة والقيمة الغزائية العالية طيب نقف عند النقطة دي لأن النقطة دي بيجي تحت منها معلومات كتير جدا وفيرة العصير طبعا إحنا عارفين أن فيه بالنسبة للأصناف اللي بيتم بنستخرج منها العصير زي ما قلنا فيه منها أصناف كتير فمثلا هنأخذ على سبيل المثال الطماطم الطماطم الست أو الأم أو الزوجة بتكون عايزة تعمل عصير طماطم عشان يوفر عليها في أثناء مثلا غلو صمرة الطماطم في السوق تقولك إيه أعمل منها صلصة أو أعمل منها عصير طماطم أعينه عندي فيه الفريزر طيب هل كل الأصناف بتدي نفس كمية العصير؟ لا طبعا أنا باختار في الأصناف اللي بتنتج أو اللي بتعملي نسبة عصارة أو نسبة عصير زيادة للأصناف اللي تكون فيها نسبة الألياف أقل نسبة الألياف والقشور أقل لأن كل ما زادت عندي الألياف والقشور كل ما قال لي عندي كمية السائل أو كمية العصير المنتج زي ما احنا قلنا في تعريف العصير هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن العصارة الناتجة من استخلاص أو من الاستخلاص الكامل لصمرة أو لصمرة الخضار أو الفكهة يبقى أنا مهمتي أو الهدف من إنتاج العصير في الصمار أن أنا أيه العصار أنا عايز نسبة السائل اللي موجودة جوه الصمرة لنسبة الألياف ولا نسبة القشور ولا نسبة البزور فأنا عايز أقل من نسبة الهوالك دي أو نسبة الأشياء دي اللي بتزود عندي نسبة الألياف والقشور والبزور وزود عندي نسبة إيه العصارة فأنا بختار الصنف اللي فيه نسبة زي ما قلنا إيه العصارة العالية نسبة العصارة العالية زي ما قلنا ده مثال إيه الطماطب طيب في عندي مثال إيه تاني مثال مثلا المشمش المشمش زي ما احنا عارفين هو وجود في السوق زي ما احنا بنقول عزيز يعني ايه بيقعد مدة قليلة جدا وبيختفي طيب لو انا جبت المشمش فيه قبل عملية النطج بتاعته اللي هو بيكون فيه نسبة خضار عالية شوية ده بيعمل لي تلف فيه نسبة العصير اللي طالع ما بيدينيش اللون الاصفر اللي هو الجميل اللي احنا بنشوفه فيه عصير المشمش او بنشوفه فيه ملفوف امر الدين اللي احنا بنتكلم فيه بعد كده او هنقوله بعد كده ما بيديش نسبة التصافي او نسبة الصفار المرغوبة عند المستهلك فانا باضطر ان انا جيب المشمش في عز الموسم بتاعه او في وسط الموسم بتاعه عشان يديني نسبة يديني اللون اللي انا محتاجه طيب لو استنيت عليه برضو بعد فترة النطج بتاعته بيحصل ايه بيحصل ان اللون اللي بيجيني اغمى من اللون برضو الطبيعي فاذا برضو لازم اكون مختار الصنف في درجة النطج معينة درجة النطج معينة اللي هي اللي هي يكون فيها مديني افضل لون وافضل تصافي للعصير اللي طالت طيب ان يكون العصير زو نكهة قوية وطعم ما ينفعش مثلا اجيب مثلا زي ما احنا بنقول عصير برتقال عايز اعمله او سمار برتقال وعايز اعملها عصير ويديني مثلا لون غامق او لون فاتح عن لون البرتقال اللي احنا عارفينه اللون البرتقال اللي احنا عارفينه لازم نجيب ايه الصمار زاد لون وزاد نكهة وقوام وطعم ورائحة للصمار الاصلي طيب تتحمل خطوات صناعة العصير دون ان تتغير الى طعم مر زي ما احنا قلنا لو احنا جبنا مثلا صمرة المشمش في بعد فترة النطج بتاعتها بيديني لون او طعم مر لاني بيحصل تحلل او بيحصل اجسادة للطعم بتاعها او السكريات اللي موجودة فيها فلذلك بيتحول الطعم او اللون للمرارب فلازم اجيبها صمرة الخضار او الفكهة اللي فيه انتاج العصير لازم تكون ايه فيه اثناء الموسم او النطج بتاعها الكابل طيب سهل استخلاص عصيره بطريقة اقتصادية طبعا ده برضو شيء اساسي لان انا مثلا كل ما هجيب سمار او سمار ما بتكون نسبة النطج بتاعها مش مظبوط او تكون نطجة زيادة عن النزوم لو انا هعمل عملية استخلاص لها للعصير ويبدأ يظهر فيها عندي مشاكل فانا طبعا مش حرمي العصير ده فانا هتطر ان انا اشوف له وسائل تانية تساعدني في ان انا اعوض كل المشاكل اللي انا لقيتها او وجهتها اصناء التصنيع فبيزود عندي طبعا نسبة ايه نسبة التكاليف اللي بعمل بيها العصير وبالتالي بيؤدي عندي الى خسارة مادية واقتصادية طيب اخر حاجة عندي رقبة المستهلك ودي طبعا هي الاساس انا ما ينفعش مثلا ااجي مثلا في بلد زي مصر مثلا وزي ما احنا بنشوف ان مثلا عندنا سمرة زي سمرة البطيخ مثلا البطيخ ده بيكون موجود عندنا طول موسم الصيف وكلنا بنأكل منه وبنشرب منه زي ما احنا عايزين ما جيش بقى انا اطرح فيه موسم الصيف مثلا عصير البطيخ في عز الموسم ايه اللي هيحصل محدش هيقبل عليه لان مثلا الناس كلها بتكون خلاص زي اتمنوا لكن انا ممكن اطرحوا في الشتاء لان في الشتاء مثلا الصمار زي البطيخ دي بيبقاش موجودة نفس الحكاية بالنسبة البرتقال البرتقال ده مثلا بيبقاش موجود في فترة الصيف اللي لم يكن فيه عندنا حاجة اسمها برتقال صيف بس بيبقاش بطعمه حلاوة مثلا البرتقال الشتوي فانا بطرح فيه موسم الصيف البرتقال الصيف يعني انا بشوف المستهلك بيبدأ يقبل على ايه او عايز ايه او رغبة السوق ايه فببدأ اديله العصير اللي هو محتاجه بحيث ان انا يبدأ يكون عندي اكبر استفادة مادية لي وان شاء الله يعود علي بالنفع بعد كده تاني حاجة عندي او تاني خطوة عندي هي الفرز والتجهيز خلاص انا استقبلت عندي الاصناف اللي حبدأ اعمل عليها عملية تصنيع او انتاج للعصير وتلافية كل المشاكل وكل الحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي ممكن تأدي لتلف العصير للناتج دلوقتي ببدأ اعمل عملية ما عملية فرز وتجهيز للصمار دي علشان ادخلها داخل مكينات ايه التصنيع عشان ابدأ اطلع عندي العصير طيب دي خطوة الفرز والتجهيز تعد او بعد استلام المادة الخام تجرى عملية الفرز لاستبعاد العيوب التي تؤثر على صفات الجودة في العصير النهائي يعني انا ده خلاص وقفت او جبت الاصناف واخترت الصنف وبدأ المورد يدخلي الاصناف عندي في المصنع فابدأ اعملناها عملية فرز ان انا بستبعد الاصناف او بستبعد الصمار اللي بيحصل لها او ممكن تأثر على عملية التصنيع واللي احنا قلنا مشاكلها قبل كده المجروحة واللي عليها نسبة طين زيادة مثلا او نسبة مشاكل مثلا زيادة يعني كسر فيها او حصل فيها اي مشكلة فبستبعدها عن الصمار السليمة وابدأ استعمل ايه ادخلها فيه ماكينات التصنيع يبقى انا تعتبر عملية استلام المادة الخام او بتجرى بعد عملية استلام المادة الخام بعمل لها عملية فرز لاستبعاد العيوب التي تؤثر على صفات الجودة في العصير طيب تاني حاجة عندي بتعمل بنقوم بعملية تجهيز بعض الصمار بالقطع بالسكين للجزء غير مناسب فيه الصمرة اذا كان باقي الصمرة صالحا لتقليل فاقد الفرز دون التأثير على الجودة يعني ايه الكلام ده يعني مثلا ولو جبنا على سبيل المثال مثلا صمرة زي الفراول صمرة زي ايه الفراول الفراولة بنعملناها عملية تجهيز اثناء الفرز يعني انا وانا بدخلها على مكينات الفرز بوقف العمال بشكل متساوي او قدام بعض فيه وبدخل او بمرر الصمرة على سير امامهم وبيبدأ عملية حاجة اسمها الفرز والتجهيز الفرز زي ما قلنا ان احنا بنستبعد الصمار اللي ممكن تعملني مشاكل في اثناء التصنيع وايه تاني بحاول برضو كمان ان انا وحد الحجم اللي داخل عملية التصنيع يعني الصمار الكبيرة مثلا بستبعدها الصمار الصغيرة زيادة عن لزوم بستبعدها بحاول ادخل الصمار اللي دخل فيه عملية التصنيع العصير بتكون فيه حجمه مناسب كلها عشان تتناسب مع حجم المكان اللي داخل فيها لانتاج ايه العصير فاسناء ما انا بعمل عملية الفرز بعمل حاجة اسمها عملية ايه التجهيز يعني ايه التجهيز زي ما قلنا بنشيل الاجزاء اللي ممكن تعمل تلف للصمار اثناء عملية التصنيع وما يكونش ايه لها لازمة فيه اثناء تصنيع العصير زي ما قلنا او المثال اللي خدناها صمرة الفراولة صمرة الفراولة احنا عارفين ان الصمرة الفراولة بيبقى فيها حاجة اسمها العنق اللي بيبقى ايه اللي هي ايه العنق بتاع الصمرة عنق الصمرة ده احنا بنتطر ان احنا نشيله ونخلي الصمرة لوحدها عشان تبدأ تخش او تدخل في المكان المخصص لعملية الاستخلاص فدي جزء او نوع طريقة من طرق التجهيز زي ايه تاني كمان زي برضو صمرة المنجة صمرة المنجة مقدرش تدخل المنجة في مكان استخلاص العصير الا بعد ما عمل لها عملية ازالة للقشرة وكمان ايه ازالة للبزرة لان البزرة بتاعت المنجة لو دخلت جوه المكان ممكن تعمل مشاكل تكسر المكان او تحصل تعمل اي حق او مشكلة جوه او تعمل بعض المشاكل في العصارة اللي طلعها فلذلك بعمل لها عملية تجهيز فاذا التجهيز انا بشيل كل ما ليس له علاقة بانتاج العصير بشيل او بأزيل كل ما ليس له علاقة في الصمرة واللي اثر على عملية ايه انتاج العصير طيب يبقى انا الخطوة التانية عندي قلنا الفرز والتجهيز واللي اتنين دول زي ما احنا قلنا هم خطوتين مكملتين لبعض يعني ما اقدرش اقول الفرز الوحدة او التجهيز الوحدة احنا بنعمله ما احنا هم الاتنين في خطوة واحدة طيب طالت نقطة عندي يجرى الفرز زي ما احنا قلنا بان تمر الخامات امام العمال على سير متحرك بحيث تكون الخامات في طبقة واحدة وتتعرض بجوانبها المختلفة اثناء مرورها امام القائم بالفرز ولا يكتفي بان تمر امام شخص واحد بل امام اكثر من شخص لتلافئ العيوب التي تكون قد افلتت من فرز مرة من اول مرة زي ما احنا شايفين عندنا في الصورة هنا ادي العمال واقفين بيعملوا عملية ايه بيعملوا عملية فرز للصمار زي ما احنا شايفين الصمار المشي على السير والعمال واقفين قدام بعض به التساوي وازاي ما احنا احنا قلنا برضو الصمار مشي بصف واحد او طبقة واحدة قدام العمال وكل واحد بيشوف الصمار ويشوف اي مشكلة فيها بحيث اللي هو يشيلها قبل عملية ايه دخول واستخلاص العصير دي كانت الخطوة التانية الخطوة التالتة عندي او النقطة التالتة اللي انا بركز عليها في خطوات صناعة العصير عملية الغسير عملية ايه الغسير طيب طيب زي ما احنا قلنا يبقى اول حاجة اختيار الصنف تاني حاجة الفرز والتجهيز تالت حاجة عندي الغسير طيب الغسير عندي اكتر من طريقة لعملية الغسير في عندي عندي طرق النقع والنقع يؤدي الى تليين الطين والاوساخ الاخرى الملتصقة بالخامات فيسهل ازالتها بعمليات الغسير التالية وقد يكون ما النقع مصدرا للتلوث اذا استعمل لمدة طويلة لذلك يجب تغييره من آل لآخر او النقع فيه ما جاري جميل نوضح النقطة دي بشكل ببسط كده وسهل زي ما قلنا اني التالت خطوة هي الغسيل وقد يكون الغسيل هو الخطوة التانية يعني احنا ممكن لو انا جئت في الامتحان مثلا وقلت يا استاذ انا كتبت الغسيل قبل الفرز والتجهيز هل اقدر اقول لك ان الكتابتك بالترتيب كده غلط لا صح ليه لان انا ممكن اعمل غسيل قبل الفرز او فرز بعد الغسيل هي مش هتفرق معاي وممكن اعمل غسيل قبل الفرز وغسيل بعد الفرز بس كل طريقة من دي او كل خطوة من دي بتيجي بشكل معين طيب اول حاجة عندي في عملية الغسيل زي ما قلنا هي النقع يعني ايه بنقع بجيب السمار اللي انا هعمل لها عملية انتاج للعصير بحطها في احواض كبيرة الاحواض الكبيرة دي بغمر فيها السمار او بحط فيها السمار بشكل كامل بحطها كلها وممكن اعمل لها عملية تقليب سريعة او عملية تقليب داخل هذه الاحواض ايه السبب ايه لشان اخلي السمار تحتك ببعضها ولو كان عليها اي اوساخ او طين او اي اي حاجات تانية ممكن تعمل تلف للعصير او يحصل او تعمل تلف مثلا للعصارة اللي نتجة اثناء عملية العصر فانا بعملها عملية تقليب داخل الاحواض طيب انا ممكن اعمل عملية النقع دي قبل الفرز اه لان انا عشان خاطر العمال وهم شغالين عندي بيعملوا عملية ليه الصمرة لازم الصمرة تبقى مخصولة لازم الصمرة تبقى ايه تبقى مخصولة طيب ممكن اعملها بعد الفرز اه بعملها بعد الفرز بس يفضل ان احنا نعملها ايه قبل عملية الفرز والتجهيز يبقى اذا لو انا جيت واخترت زي ما انا قلنا قلنا التصفية ثم الفرز والتجهيز ثم الغسيل وجيت حطيت الغسيل مثلا لو لو فرضنا حضنا الغسيل قبل الفرز والتجهيز فإنت أجابتك إن شاء الله صح ما فيش فيها أي مشكلة يبقى أنا عندي أول طريقة من عملية الغسيل زي ما قلنا هي عملية إيه النقع وزي ما احنا شايفين عندنا في الصورة هذه الصمار ومحطوطة فيه عبارة عن أحواض كبيرة وبيعملها عملية زي ما تقول زي ما قلنا غسيل بشكل كامل داخل هذه الأحواض وبعد كده بدخلها على الطريق سير معين لعمليات إيه الفرز والتجهيز أو عمليات التصنيع اللي جاية بعد كده طيب يمكن إضافة مواد مطهرة مثل الكلوروفيل وهذه الحالة يجب أن يتبع النقع غسيل جيد يكفي لإزالة أثار المادة المطهرة يعني أنا ممكن أحط مادة مطهرة كمان عشان لو فيه أي مثلا أثار مثلا لمبيدات حشرية أو أثار لأي مادة تانية على قشرة الصمار فأنا بضف لها مادة مثلا مطهرة تانية زي كلوروفيل بس في الحالة دي أنا نجب أن أعمل غسيل سانوي أو غسيل بعد كده للصمار بعد عملية إضافة الكلوروفيل لأننا عايز كمان أزيل المادة الكلوروفيل دي من الصمار بعد عملية النقع فيها يعني أنا بحط الميا بحط عليها مادة الكلوروفيل وبعمل عملية تقليب إيه اللي يحصل بعد كده؟ السمار بتبقى خالية تماما من الأوساخ ومن الأتريبة ومن الطين ومن ضمنها كمان لو في أي مبيدات حشرية فيها فبتبقى إن شاء الله خالية منها تماما طيب خلصت؟ لا ما خلصتش ده لازم أعمل كمان غسيل تاني عشان أشيل مادة الكلوروفيل منها طيب يعني هي ليست خطوة الأسية أنا عندي عملية النقع هي الخطوة الأسية طيب هل كل السمار يا أستاذ بنعمل لها عملية النقع أو الغبر؟ لا طبعا أنا بختار الوسيلة المناسبة بختار ننكز أهمها الحتة دي بختار الوسيلة المناسبة اللي تناسب كل نوع صمرة فمثلا لو أنا عندي حعمل عصير فراولة وجيت نقعت عصير الفراولة ده في ميا بشكل إيه؟ بشكل وليكن مثلا بطيء ولا حاجة إيه اللي هيحصل؟ صمرة الفراولة هتنهاري لأن صمرة الفراولة صمرة غضة مفيش عليها قشور مفيش عليها كذا فإحنا بنحاول نعمل عملية النقع دي للسمار الزات القشور السميكة أو الزات القشور أو الجلدة الجلد الناشف زي ما نقول ليه؟ عشان أنا عن طريقه بقدر أعمل عملية نظافة كاملة للسمار اللي بنعملها عملية استخلاص العصير طيب الطريقة التانية الأسهل عندي هي طريقة الغسيل بآلات الغسيل ذات الرزاز طيب أنا في عندي شكلين هنا زي ما احنا شايفين بنضع السمار على السير طيب السير ده بيبقى له كذا حاجة يبقى نقرأ الأول الموضوع هو عبارة عن سير متحرك مسقب توضع المادة المراد غسلها عند أحد طرفيه وتنتقل إلى الطرف الآخر أثناء دوران السير وفي أثناء انتقالها من طرف إلى طرف بيصلت عليها من أعلى طيار من الماء على شكل الرزاز يختلف فيه شدته حسب المادة المراد غسلها ودرجة التلوز بالأتربة أو الطين ودرجة التصاق هذه المادة بالمادة الخامة وبعض المواد تتحمل الرزاز الشديد الاندفاع ومن المهم أن يعمل حساب أن الثمار تتحرك في اتجاهات مختلفة أثناء سيرها حتى تتعرض كل جوانبها للغسيل طيب يعني إيه الكلام ده أستاذ؟ طيب هنتخيل كده مع بعض أن أنا عندي سير طويل السير ده بحط عليه السمرة زي مثلا زي ما احنا قلنا ولكن سمرة الفراغ وبيه السير ده بيكون دوار يعني إيه؟ يعني السمرة بتمشي من زي ما يكون نفق مثلا النفق ده أو السمرة بتمشي فيه من أول إيه السير لحد أخره بشكل دائري أو بشكل إيه؟ أفقي طيب إيه اللي بيحصل أثناء سير السمرة؟ بسلط عليها دش مية أو تنقيط مية دش من فوق بحيث أن أنا بعمل لها عملية غسيل طيب دش من فوق بس يا سيد لا كمان دش من تحت أو دش مية كامل من تحت بحيث أن أنا بعمل لها عملية غسيل من فوق ومن أعلى ومن أسفل جميل؟ وأثناء عملية الغسيل السير نفسه بيعمل عملية تقليب للسمرة أثناء ما هي ده مشي جوه النفق ده زي ما احنا شايفين أو زي ما هنشوف كمان في الصورة أن أنا عندي هنا الجزء اللي فوق زي ما احنا شايفين هنا سمرت الفراولة أو سمرت الطماطب قادي رزاز المية من فوق أو دش المية من فوق نازل عليها بيعملها عملية غسيل ومن تحت قادي السير مخرم من تحته هو في رزاز مية كمان جاي من تحت فبيعمل عملية غسيل إضافة لرشاش المية أو للسمار اللي بنعمل لها عملية غسيل داخل النفق وده رسم توضيحي بيبين لي إزاي بنعمل عملية غسيل داخل النفق قادي الرشاشات اللي فوق وقادي السمار مشى فيه السير بشكل أفقي وقادي كمان رشاشات من أسفل فبيعمل عملية غسيل من أسفل ومن أعلى وده تعتبر أفضل طريقة لغسل الصمار التي ليس لها قشرة سميكة علشان أقدر أحافظ عليها من أي تلف أثناء عملية الغسيل طيب تالت طريقة عندي الغسيل بآلات الغسيل البرميلية الدوارة طيب إيه هي الغسيل بآلات الغسيل البرميلية الدوارة؟ هي عبارة عن استوانة موضوعة وضعا أفقيا مائلا وغسم الاستوانة مصنوع من سدابات من الخشب الذي يتحمل الماء والسدابات وتحصر بينها مسافات تسمح بمرور الماء الغسيل إلى خارج الاستوانة تدخل المادة المراد غسلها من طرف وتخرج من الطرف الآخر متعرضة أثناء مرورها لرزاز من الماء المندفع على السمار والحركة الدورانية للإستوانة تضمن تعرض جميع الجوانب السمار للغسيل وقد تكون هناك فرش تحتك بها السمار المساعدة على إزالة الأوساخ اللاصقة وقد يغني ذلك عن عملية النقع قد يضع الماء الغسيل في طرق الغسيل المذكورة حمض هيدروكلوريك مخفف طيب نشرح الخطوة دي أو الطريقة دي بشكل مبسط دي أو الطريقة الغسيل بالغسلات البرملية إن أنا بحط الصمار أو بضع الصمار داخل زي ما احنا شايفين في الصورة داخل البرميل أو الحوض اللي احنا شايفينه قدامنا دوت المغلق من جميع الجهاد وبيكون جوة الحوض نفسه ألواح خشبية طيب إيه الهدف من الألواح الخشبية دي؟ إنها بتعمل عملية تقليب للصمار داخل هذا البرميل يعني أنا بش بدخل الصمار علشان أعمل لها عملية غسيل وبس لا ده أنا بعمل لها عملية تقليب بألواح خشبية طب ليه ألواح خشبية وليه مش معدنية؟ لأن لو استعملت ألواح معدنية هتعمل تكسير وتلف للصمار أثناء عملية الغسيل وإحنا ما نفضلش الطريقة دي أنا ما نفضلش أصلا طريقة الغسل باستخدام البرميل لأنها ممكن يحصل للصمار تلف أثناء عملية الغسيل وطبعا إحنا مش بنحتاج الطريقة دي في عملية الغسيل طيب يبقى إذن أنا عندي أفضل طريقة لعملية الغسيل هي طريقة النقح وطريقة الغسيل بألات الغسيل ذات الرزاز وبنعجأ في بعض الأحيان للغسيل بألات الغسيل البرميلية لأن دي لو إحنا عندنا زي ما قولنا صمار فيها نسبة تلف أو نسبة أوساخة عالية جدا مش قادرين نشيلها بالنقح لكن إحنا ما نفضلش إن إحنا نستعمل طريقة الغسل بالبرميل طيب الخطوة اللي بعد كده عندي ودي بقى الحاجة المهمة هي طرق استخلاص العصير طرق استخلاص إيه؟ العصير يبقى نراجع مع بعض كده الخطوات أول خطوة عندي قلنا اختيار الصنف تاني خطوة عندي قلنا الفرز وي التجيز تالت خطوة عندي هي خطوة الغسيل وزي ما احنا قلنا لو قلنا الغسيل قبل الفرز أو الفرز قبل الغسيل فإن شاء الله إجابة صحيح تالت خطوة الرابعة خطوة عندي هي استخلاص العصير استخلاص إيه؟ العصير طيب يتأثر استخلاص العصير بعدة عوامل منها نوع السمرة فعصير الفواكه عموما حمض التأثير وعصير الخضر غير حمضي مع عدد طماطم فالأحماض تؤثر على المواد المعدنية التي تتكون منها العسرات فتتآكل المعادن ويكتسب العصير طعما معدنيا وقد يسبب التلوث المعدني تغيير لصفات أخرى في العصير ولذلك يجب اختيار العصارات المصنوعة من مواد لا تتأثر بحمودة العصير ولا تؤثر في العصير وأحسن العصارات هي التي تكون مصنوعة من الصلب عديم الصدق طيب نبدأ نتكلم في الموضوع ده أو نتكلم في النقطة دي بشيء من التفصيل المبصر طبعا ده الكلام المفروض ان احنا هنكتبه في الامتحاد لكن احنا بنحاول نبسطه بالشرح عشان نقدر نفهمه احنا زي ما احنا قلنا احنا بنتكلم في مادة الصلاعات حموما هي مش مادة غريبة عليك احنا بنحط له زي ما احنا قلنا ايه إطار علمي فإطار العلمي انا بقرهولك وبنبدأ نبسطه ونشرحه علشان نقدر نستوعبه مع بعض يبقى انت ممكن تكتبه بطريقة افضل واسهل من الطريقة حتى اللي انا كاتبها لك في عرض الدرس فانا هنشرح تفهم وكتب الاسلوب اللي نسبك او حل بالاسلوب اللي نسبك في الامتحان والمبسط بالنسبة لك المهمة عندنا ان انت توصل لك المعلومة صح اما طريقة الاجابة فاحنا هنسيبها لك ايه في حرية اختيارك انت بس زي ما احنا بنقول تكتبها ايه بشكل علمي واضح ما بقاش ايه الموضوع بالنسبة لك يعني مش اي كلام يتكتب لا يتكتب بطريقة علمية تنتخد عليها ان شاء الله الدرجة كاملة طيب احنا شرحنا وقلنا كلام كتير اوه فيه نوع الصمرة حنبسطها بشكل بسيط انا عندي سمرة معينة عايز اعمل لها عملية استخلاص او عايز اخرج منها العصير اه يبقى انا لازم احط في بالي انا دوقتي عندي مصنع او عندي خط انتاج هطلع منه عصير طيب خط الانتاج اللي انا هطلع منه العصير ده او هعمل عملية استخلاص دي لازم يكون عارف طيب السمارة اللي انا هستخدمها دي استمار حمضية ولا غير حمضية طيب ليه ايه اللي هيفرق معاي لو السمارة الحمضية السمارة الحمضية دي بتعمل تآكل او بتقبي زي ما احنا بنقول كده بتعمل هاري او اكل لي المادة المعدنية بتآكل المادة المعدنية بتخلي المعدن يسدي زي ما احنا بنقول طيب تويب انا لازم استعمل حاجة معينة اه في اثناء عملية الاستخلاص او العصارات اللي انا حستخدمها في عملية الاستخلاص ايه هي انها تكون من مادة غير قابلة للصدع دي المعلومة الكويسة جدا او لازم احطها في بالي انها غير مادة تتحمل درجات الحموضة مادة ما يحصل لاش عملية فاعل ما بينها وما بين المادة معدنية ما يحصل لاش عملية تفاعل ما بينها وما بين السمار او العصير اللي انا هبعمل له عملية استخلاص يبقى انا باختار عن طريق اختيار نوع السمرة بابدأ اختار منه المكان او الالة اللي حبدأ عملية استخلاص منها بيها للسمار فبشوف كل الالة او كل جهاز بابدأ يناسب نوع السمرة اللي بعمل لها عملية استخلاص طبعا ده كله بيكون احنا مجهزينه اثناء اختيار الصمف اثناء اختيار الصمف فمثلا لو انا هاختار صمف مثلا وليكن برتقال منفعش اجيب له مكان استخلاص فراولا او ما نفعش بيجيب له مكان استخلاص عينب لأ كل طريقة ولو ايه نظام هنبدأ نشرحه فيه ان شاء الله فيه النقط اللي بعد كده يبقى عندي اول نقطة عندي نوع السمرة نوع السمرة هي اللي بتحددلي طريقة الاستخلاص او نوع الالة اللي بعمل لها عملية ايه استخلاص طيب تاني حاجة عندي الصورة التي يوجد عليها العصير يجب اتباع طريقة الاستخلاص المناسبة لكل نوع من السمار حسب ظروف وجود العصير بها تالت حاجة طبيعي التوزيع المواد المرغوبة مواد المكسبة للطعم والنكهة كالمركبات زي الانسوسيانين في البرتقال والكاروتين في الجزر رابع حاجة طبيعي التوزيع المواد الغير مرغوبة بعد هذه المواد يوجد في بزر والالياب في الانسجة الداخلية وهذه يلزب ان يكون العصير خاليا منها طيب خامس حاجة عندي السرعة المرغوبة استخلاص العصير بها وكذلك الامكانيات المادية وتكاليف الاستخلاص يبقى انا من اختيار نوع السمرة بشوف بشوف السمرة دي انا هخرج منها العصير العصير او السائل الموجود جواها موجود فين موجود في كل السمرة ولا موجود في فصوص زي البرتقال مثلا ولا موجود لحمي زي المنجة مثلا والبزر داخلها فانا بشوف الطريقة المناسبة اللي موجود عليها العصير اللي انا حد استخلصه من السمرة وطبيعي التوزيع المواد المرغوبة يعني ايه يعني ايه مثلا المواد اللي انا عايزها جوا السمرة دي قد تكون زي اللون والطعم والمرغوبين جوا السمرة فانا بشوف ازاي هقدر اخرج المادة دي من غير معمل عملية تأثير لنوع العصير اللي طالع وطبيعي التوزيع المواد الغير مرغوبة يعني موجودة فين الحاجات دي بتبقى موجودة فين في السمرة عشان اثناء عملية الاستخلاص لازم ان انا استبعد الحاجات الغير مرغوبة دي او الاشياء الغير مرغوبة دي وابعدها عن العصير واخلي العصير لوحده داخل او في المجرى بتاعه من غير ما يحصل له اي تأثير بالشوائد طبعا والسرعة المرغوب استخلاص العصير بها وكذلك كنيات المادية وتكاليف الاستخلاص طبعا كل ما ازود انا فيه تكاليف الاستخلاص بتاعت العصير فبيعلم عايا القيمة الاقتصادية بتاعتها يعني بيعلم عايا التكاليف فطبعا بيزيد معايا السعر فطبعا انا بتأثر بالاسعار الموجودة في السوق ما ينفعش مثلا يبقى المنتج موجود في السوق مثلا وليكن بيجنيه ما جيش انا اقول لا ده انا هنزله بجنيه وربع وبجنيه ونص فانا كده مش هخلي عندي رغبة للمستالج للحصول على المنتج بتاعي فانا لازم ان اتساوى مع الاسعار اللي موجودة في السوق طيب نقول بعد كده اهم الالات المستخدمة في استخلاص العصير عندي حاجة اسمها عصارات المكابس ذات الاقفاص وبعدين عندي المكابس ذات الالواح والقماش وبعد كده عندي العصارات المخروطية ثم الات العصير ذات الزراعة الحلزونية وبعدين عندي عصارات ذات استوانتين او سلاسة طيب نحاول نشرح كده بشكل سريع الالات دي بشكل سريع كده او مبسط نشوف ايه وجهة النظر او من الصورة اللي موجودة معانا نشوف ازاي بنقدر نستخلص منها العصير عندي اول حاجة عندي اللي هي عصارات المكابس ذات الاقفاص زيه احنا شايفون ده مكبس بنحط السمار داخل هذا المكبس من جوة في الحتة دي بالضبط وبنبدأ نعمل عملية الضغط للصمار جوه المكبس بحيث ان انا بستخلص من بيبقى موجود عندي السمار داخل هذا القفص المعدني القفص ده بعمل عملية ضغط للصمار داخله فبيحصل ايه بيحصل ان السمرة بيبدأ خروج العصارة منها وفي نفس الوقت بيبقى موجود بقى الالياف وموجود البزور وموجود القشرة وموجودة بقية مكونات السمرة داخل القفص ما بيحصل لاش ايه بيحصل لاش اي خروج منها فبالطريقة دي بتسهل عملية عملية ايه عملية التصفية او عملية الترشيح اللي احنا هنشوفها بعد كده تبقى اذا انا في الالات او السمار او طريقة الاستخلاص عن طريقة العصارات المكابس اللي هي زيادة الاقفاص انا بحط السمار داخل القفص وبعدين بعمله عملية ضغط بي المكبس عليها فبيحصل لاش عملية ايه بنها بضغط عليها بشكل جامد فبيحصل نزول للعصير منها من جهة مقابلة او من اسفل المكنة فبيحصل ايه انه العصير بيخرج من المكان دا وبيفضل الالياف داخل الاقفاص طيب تاني حاجة عندي المكابس ذات الالواح والقماش هي نفس فكرة عمل المكابس ذات الاقفاص هي نفس الفكرة تقريبا بس كل اللي فيها ان انا بحط طبقة قماش بحط السمار داخل طبقة قماش او طبقة من الاسبستوس بحيث انها بيعمل عملية تصفية يعني بعمل في عملية او اثناء الاستخلاص دا بعمل اكتر من عملية هنشرحهم بعد كده اللي هي عملية التصفية وعملية الترشيح او عملية الاستخلاص بعمل منها عملية ازاي ما قلت التصفية والترشيح اثناء عملية الاستخلاص فانا بحط السمار داخل ايه قماش او قطع من القماش او قطع من الاسبستوس اللي انا وبعد كده ببدأ اضغط عليها داخل القفص فبيتعمل ايه عملية خروج للعصارة من الاقفاس اللي هي اللي بيكون فيها بعض السقوب او الخروم فبيبقى بيفضل المحتوى او الالياف داخل الاقفاس وبيخرج العصارة خارج الاقفاس تالت حاجة عندي العصارات المخروطية ودي طبعا احنا بنشوفها بشكل دائم او موجودة عندنا في البيت او موجودة بكذا او باكتر من شكل داخل في البيت عندنا او موجودة عند محلات العصير اللي احنا بنشوفها بره فيه الشوارع دي عبارة عن مكبس او مكبس يدوي وبنحط فيها صمرت ودكون طبعا دي بيكون مناسبة اكتر لصمر اللمون وصمر البرتقال بنضع فيها الصمرة على جزء المخروطي او المعدني اللي زي ما احنا شايفين تحت هنا وبعد كده بنبدأ نضغط عليه بيد المكبس فبيتم ايه بيتم خروج العصارة من من خارج ايه من من الصمرة وبنستقبلها بيه في اماكن ايه او في المكان المخصص لاستقبال العصير فيها طيب طيب بعد كده آلات العصير زي زراع الحلزونية ودي احنا بنمثلها زي الخلاط اعنا عارفين الخلاط الموجودة عندنا في البيت طبعا بتلاقي او المفرمة اسف هو زي المفرمة احنا بنشوف المفرمة في البيت عندنا بنحط مثلا الحاجة اللي احنا عايزين نفرمها داخل المفرمة بيحصل لها ان بتخش جوه منطقة جوه المفرمة بتبقى عاملة زي منطقة حلزونية داخلها الفرق بين المفرمة وما بين الآلات العصير زي الزراع الحلزوني ان بتكون الجدار بتاع المفرمة جدار ايه؟ جدار مخرم او مصقف بحيث اننا لما بعمل عملية فرم ليه ليه السمار بتخرج من الجدار بتاعها من الناحية التانية او من السقوب دي العصير او العصارة تمام؟ طيب بعد كده عندي اخر حاجة اللي هي عصارات ذاتة استوانتين او سلاسة ودي بتشوفها شاعة او في محلات العصير وبتستخدمش بس غير في انتاج عصير القصب بنحط فيها زي منقول جدار ما احنا شايفين بنضع فيها عدان القصب وبيحصل لها عملية ايه؟ داخل استوانتين هادي واحدة من اعلى وواحدة من اسفل وبيحصل لها عملية عصر بنعمل عملية عصر ليه اه عدان القصب اه ومن من الناحية التانية او من اسفل بيتم استقبال ايه العصارة بتاعت ايه اه القصب طيب بعد كده التصفية التصفية دي الهدف منها ان انا بعمل عملية ايه اه عبارة عن ان انا بشيل اه الاجزاء ذات الحجم الكبير كالقشور والالياف الخشنة والبزور وزي ده وده احنا شرحناها اثناء عملية الاستخلاص احنا انا ممكن في اثناء الاستخلاص نعمل عملية ايه تصفية وزي ما احنا شايفين قدامنا دي الصفيات اه زي ما احنا شفناها في اثناء عملية ايه عملية استخلاص العصير بعد كده الخطوة اللي عندي هي الترشيح زي ما احنا قلنا برضو ممكن نعمل عملية الترشيح أثناء عملية الاستخلاص عن طريق أن أنا بستخدم قماش أو قماش اسبستوس بيساعدني على أن أنا بشيل الشوائب اللي ما قدرت شاشلها أثناء عملية التصفية بشيلها عن طريق الترشيح وبعد كده آخر حاجة عندي هي عملية الترويق والترويق دي الهدف منها إزالة أجزاء أدقة حجمة من الأجزاء التي أزيلت في عملية التصفية وعملية الترشيح السابقة يبقى أنا عندي آخر أو ثلاث خطوات بيكونوا لازم أجيبهم بالترتيب وراء بعض التصفية والترشيح والترويق لازم ثلاث خطوات دول ما ينفعش أن أنا بديلهم مكان خطوي يبقى أنا أستخلاص تصفية ترشيح ثم الترويق وآخر حاجة عندي هي عملية حفظ للمادة الجزائية أو العصير وده إحنا شرحناه في الحلقات اللي فاتت أرجو أن تكون نهاردة الحلقة أنا عارف أنها كانت تقيلة ودسمة أرجو أن أنا نكون وصلت المعلومة بشكل كامل لحضراتكم وإن شاء الله نتقابل في حلقات قادمة تابعونا على قناتنا على اليوتيوب قناة التعليم الفني وعلى الفيسبوك قناة التعليم الفني وإلى اللقاء